ألي الفراي النقاش ورحبوا بضيفي في البلاتوغ المستشار التقوير سيد رمضان سعيدون مرحبا بك سيد رمضان شكرا بك ربما كيف نقر اجتماع أوبك غدا بحول الله في خضم كل ما يحيط بهذا الاجتماع مع ظهور جائحة أو ظهور متحور جديد لمتحورات كورونا سيد رمضان سعيدون اجتماع أوبك الذي يكون أوبك بلاس الذي يكون غدا إن شاء الله يوم الخامس وإن شاء الله استبقه اجتماع آخر لأوبك اليوم هو اجتماع كان مبرمج له منذ مدة اجتماع دوري لكل شهر لدراسة الطالب والعرض في سوق النفط والزيادة التي يمكن أن تضخها دول أوبك بلوس لكن هذه المرة هناك معطايات جديدة غير مألوفة لدول أوبك ونحن في فترة هذه الفترة غير تقليدية وغير عادية المعطايات الجديدة هناك تحرير المخزونات الاستراتيجية للدول العظمى المستهلة كالبيترول هذا الشيء واحد الشيء الثاني هو الدخول المتغير الأوميكرو والكورونا يؤثر على الطالب في هذه المتغيرين الاثنين نراحظ أن الاجتماع سوف يكون غير عادي الاجتماع سيدرس حول إمكانية المحافظة على الزيادة المبرمجة كل شهر إلى غاية ماي أو جوان السنة القادمة لربعمائة ألف برميل يومي في ظل هذه المتغيرات التي تؤثر على سوق النفط بالسلب من جانب إلى جانب المنتجين ضيف إلى ذلك الزيادة الضغط الكبير التي تلعبه إدارة بايدن على دول أوبك وحيث تقول دائما في اتصال مع دول أوبك لمحاولة تأثير على قرارات دول أوبك لأجل ضخ المزيد من برميل النفط في السوق من أجل التأثير على أسعار النفط وهذا شيء مطلوب بالنسبة للدول العظمى المستهلكة من أجل خفض أسعار الوقود التي وصلت إلى أسعار راهبة وعندما نقول أسعار الوقود في الولايات المتحدة أو حتى في أوروبا عندما تكون أسعار غير عادية سوف تؤثر على الحالة الاجتماعية في هذه الدول سوف يكون هناك تضخم ستكون زيادة سلع لجميع السلع زيادة النقل زيادة أسعار النقل إذن تحاول إدارة بابدن ضغط زائد ضيف إلى ذلك الموقف دول أوبك بلوس في موقف لا يحسد عليه المتحور جديد براميل من النفط تضخها الدول الكبرى الأمريكا التي تحاول برمجة 50 مليون برميل لأن تخرجهم من المخزونات وهذه المخزونات عادة تستعمل إلا للطوارئ مثل الحروب هذا كله سوف يغرق السوق معطيات ربما مهمة واستثنائية وفجائية بالنسبة لمجموعة أباك بلاس نتحدث عن استخراج الولايات المتحدة وضخل مخزونتها في سابقات الانهية كذلك ضغطت على عديد من الدول التي تملك احتياطات استراتيجية نتحدث عن الصين نتحدث كذلك عن الهند دول الكبرى كذلك تملك هذه الاحتياطات هل سيؤثر كل هذه المتغيرات على أسعار نتف وعلى اجتماع أباك بلاس غدا بحول الله هذه المعطايات سوف تعملها الدول أباك بلاس في الحسبان ضيف إلى ذلك لديها أكبر المعطايات عند معطايات إثنين تحرير المخزونات الذي أظن أنه ليس لديه تأثير كبير على أسعار نفط يمكن أن يكون له تأثير ظرفي لكن الذي يأتي بالغموض الكبير في سوق النفط هو المتحور الجديد أعتقد أن دول أباك بلاس يلزمها بعض الوقت لترى هذا التأثير المتحور الجديد سيكون مثل تأثير أيام الكورونا لما دخلت في أيام الأولى الموجة السابقة لكي نعرف مدى تأثير المتحور الجديد على السوق وعلى الطالب المتحكم في أسعار النفط الآن هو العرض والطالب عند المعارضين المنتجين هناك مشكلة استثمارات مشكلة إنتاج مشكلة إنتاج معلومة أسعار النفط نزلت إلى أسعار الحظيم نقص الاستثمار فكان الإنتاج غير واضح التساؤل هنا يا سيد ربضان سعيدون حول الاستثمارات في مجال النفط راجعت الاستثمارات بالنسبة للشقيقات السبع الكبرى لإنتاج النفط هل أثر كذلك على أسعار نفط وعلى الاستثمار في هذا المجال أستاذ ربضان سعيدون نعم عندما تكون أسعار منخفضة لا تكون هناك تحفيز لكن هناك حوافز لإنتاج النفط واستثمارات في النفط إذا كانت الأسعار في 20 دولار كم يكلف البرميل من النفط إذا كان يكلف الإنتاج التيعه على حسب الدول إذا كان يكلف 20 دولار وأسعار النفط هي 21 أو 25 دولار لا تكون محفزة الاستثمارات المشكلة الأول في الدول المنتجة دول أوباك بلس هو نقص الاستثمارات لا تحاول دول أوباك بلس أن تغامر وتضيف برميل من النفط إضافية إلى سوق النفط فتنزل الأسعار فتصبح مواجهة لخطرين هو خطر الأسعار وخطر النقص الاستثمارات إذن دول أوباك بلس لديها معطاية أن تحرير النفط من جانب دول الكبرى دول العظمى المستهلكة للنفط تحرير النفط سوف يؤثر على سوق النفط في التوازن على العرض والطالب الشيء الثاني هو مدى تأثير متحور إذن أعتقد أن دول أوباك بلس سوف تتجه إلى دراسة دراسة معمقة قبل اتخاذ أي قرار الشيء المعلوم والمتفق عليه أنه لن يكون هناك زيادة أكثر من 400 ألف برميل يومي هذا متفق ربما سؤال أخير سعيدون عد ما نتحدث الآن عن ربما الضغط جو بايدن رئيس الأمريكي حول أوباك بلس هل سيؤثر على القرار نهاي أوباك بلس مقارنة بالفترات السابقة شاهدنا صمود بالنسبة لدول أوباك بلس وتعاملتها في مسألة زيادة الإنتاج هل سيؤثر القرار على القرار الأخير لا أعتقد أنه لا يؤثر إلى درجة كبيرة يستطيع أن يؤثر قليلا لأن معظم الشركات الكبرى التي تستثمر في مجال النفط هي الشركات أمريكية يمكن أن يضغط بعض الشيء على الشركات الكبرى الأمريكية التي تستثمر في الدول المنتجة للنفط يكون هناك ضغط حتى بايدن يعاني من مشكلة إنتاج النفط انخفض إنتاج النفط في الدول الأمريكية قبل الجائحة كان حوالي 13 مليون برميل يومي الآن حوالي 10 مليون أو 11 مليون برميل يومي إذن تأثير الإدارة الأمريكية لا يكون على حساب سيادة للدول أوباك بلس لأن لما عانت دول أوباك بلس أثناء الجائحة وكان هناك انخفاض راهب لأسعار البترول لم تكن تنتظر من إدارة الأمريكية أي هدية عانت لوحدها والآن لا بد أن تقرر لوحدها لأن هذا يمس إلى سيادتها ويمس إلى مستقبل النفط لديها خاصة من جانب الاستثمارات لزيادة الإنتاج شكرا لك الأستاذ رمضان سعيد والمستشار الطاقوي على ما قدمته في النشرة الاقتصادية ذا نواصل نشراتنا